بس سوية اللواتي مع أحمد عدل عبد المنعم أحمد عبد المنعم كان ممكن يشيل واحدة من الاثنين النهاردة؟ خبالك وما جاتلوش كورات كثيرة بس جاله الكورتين اللي تم تسجيله معنا بس هاخد من كلام ما جاتلوش كور كتيرة فهي انت المفروض هنا بتبقى يعني في كامل قوات قوة تركيزك النهاردة شفت مصطفى المواقف اللي بتتعامل معاه هو نهاردة عادل الجوال صعبة بس ما عندوش توفيق يعني النهاردة فيه توفيق من مصطفى ان هو قدر المواقف ينفذ اللي هو عايزه يعني النهاردة عادل في الموقف الجوال اللي دخل فيه حتى شباب الجوال الاول الجوال صعب بس انت في موقف شوت لازم تبقى واقف في ثبات على رجلك يعني لو رجع للجول لو رجع للجول اه بيجزد الله اه اه انا مش عايز اخد الموقف الناس تفضل تتكلم تقولك اصل هي غيارة اتجاه اه اوكي هي غيارة اتجاه بس انا فيه ان انا قبل ما هي تروح في المكان ده انا كنت متحرك لسه بتحرك رجلية وبنط فيه نط غير تحرك بخطوات رجلية مباش فيها ثبات لانك انت قريدي كرة خلاص خرجت وانت لسه في حركة عدم اتزان فبالتالي ما عملت التوتش اه اه ما بعدتش عنه اه معك هنا اه اه ما بعدتش شرحلنا بقى بص هو شفت هنا الشمال هي الشمال نقلت هنا اه اه يعني هنا بتتشاط ايوه بص هو عمل حاجة هنا هي بص الشمال يعني هي فيها طبعا فيها توفيق يعني كان فيه وقت كمان ان هو يعضل الموضع يعني من بعيدة شوية ورجلية المهم انه رضا نعايز اه يعني قاعدة رجليري الرجل بتاعتي ما تباش واسعة كبيرة بالشكل ده يعني خلاص اه فيه 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 قرار فيه عندي اه يطلب الشوت او خلاص برستاو خلاص بيطلب الشوت بص هتلاقي فتحة رجله بعد هيفتح فتحة رجله خلاص فبالتالي اما خبطت بعدت بعيد عنه او هو مرجعش بالشكل اللي هو بقى القوي خاصة ايه في نص الجول طبعا اه بس انا بالنسبالي اه يعني هتكلم فني مش كل حاجة حراست المار ما انه عدم تنظيم الفرقة كمان خط الدار وبالاخص عمار وبالاخص نصر الناس بتجري ورا الكورة لهم مش منظمين فيه فرق بين النهاردة اللي انا الجول بيعمل شغله قل ريدي اه فيه خطأ ممكن الجول فيه عنده نق يعني نسبة تصدي يقدر كان يطلح زيما هارجي على مصطفى عملت نسبة تصديات او ايه اللي خلاها يعمل ده النهاردة اللي بيأثر برضه على اداء حارس المرمى اللي بيكونه موجود هي عدم استقرار خط الظهر بشكل او الناس بتلعب بشكل صحيح الناس بتفضل تجري ورا الكورة مش وقفين اللي بيجي لي بطلع اخده او النهاردة الرجل ده انا بجي مش في مكاني فبالتالي اللي بحط رجلي فبالتالي بحجب الرؤية من على زميلي النهاردة بتعمل تطش ماينفعش بتعمل هنا في الوقت ده يعني يا لو خفضت في العيب من خط الظهر طبيعية احمد عادل هشوفها مش هتروح بالشكل ده فعدم يعني تمركز اللعيبة في خط الظهر والعشوائية اللي كانوا موجودين فيها اه بيكونوا موجودين فيها ده بيأثر كبير جدا على حارس المرمى اشتركوا في القناة